بركاته الاول لازم يعني دايما القاعدة الاسية نحن نشكر اصحاب الفضل في اي حاجة بتتعمل فالدكتور محمد عز الرجال عمل مجبوط كويس جدا اه في البيديونايت وزي ما هو قال في اللقاءات اللي احنا عملناها قبل كده على مدى شهر اللي فات ان احنا وسعنا مجال البيديونايت في البلومنالوجي دلوقتي هنتكلم فيه وكان في قبل كده في اندوكراين وفي نيورالوجي طبعا انا شرف كبير جدا ليا ان انا اكون النهاردة مع الاستاذة الدكتورة هالة حمدي الاستاذة الدكتورة هالة حمدي مش محتاجة تعريف لكن اسمحوا لي برضو يعني لازم ندي للناس حقها برضو دكتورة هالة حمدي هي تبقى رئيسة وحدة البيدياترك بالمينالوجي and immunology في ابو الريش ولها يعني باعة طويل جدا في الامراض الصدرية والمناعة وبيسعدني ويشرفني انها تكون معنا النهاردة وتكون في الميتنج معنا النهاردة وتفضلي يا دكتورة هالة انتي بقى الفلور لك عشان نبدأ الميتنج باذن الله شكرا دكتور طارق على التقديم اللي حضرتك قدمته لي وبشكر الحضور الرائع الجميل والعدد اللي موجود في الحضور شكرا لكم ان شاء الله تبقى سيشن كويسة وتجاوب على اسئلة كتير من اللي بنشوفها برجع برضو اشكر الاستاذ الدكتور محمد عز الرجال على المجهود اللي عمله في البيديا نايتز شكرا للشركة المنظمة اللي معانا في الزوم شكرا طبعا استاذي الاستاذ الدكتور طارق حامد بسعد لما بكون مع حضرتك والله في كل المحاضرات التعاون مع حضرتك ممتع وليه بنيجري بالسلايدز لا 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 انا بس حصل خطأ وانا بزبط لان طالع لي حاجات على الشاشة مش عارف هال زهرة للناس ولا لا هبحاول اشياء فانا قاسف اه لا لا هي الزهرة العنوان اه الحاجات اللي فوق اه يمكن اه فاحنا نهاردة اختيارنا للموضوع احنا نتكلم على موضوع اه كومن قوي البريسكول ويزرز او البريسكول ازمة اه في الانشلدرن هما من سن سنة الى خمس سنين اه دي حاجة كومن جدا كلنا بنقابلها سواء في الاميرجنسي روم سواء في العيدات الخارجية اه الاطفال اللي بيجونا بريكارنت ابيسودز اه اف ويز اه كاف اه ديسنية هل دول يرى هل هما دول كلهم ازماتيكس هل في ايذر كوزز ان هي تكون مسببة الويز دية ده اللي هنتعرف عليه نهاردة لان مش كل البريسكول ويزرز نفس الحالة يعني مهم جدا لهم نفس الاتيولوجي يعني ما تجيلي بريسكول ويزرز مش كلهم هيبقوا ازماتيكس مش لازم يبقى كلهم نفس السبب اللي جايين بيه كاة ازمة اه كاة ازمة اه هم هنشخصهم أزمة التريجرينج فاكتورز والإتيولج بتاعهم برضو بيختلف بتاع إيتش إيتش جروب زي ما احنا نشوف كمان شوية بيختلف فمهم جدا نهارده 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 تدفعين المانجمينت أو بريسكول ويزرز أو البريسكول أزمة هنبدأ بالحالات اللي بنشوفها كتير في هستعزنك ممكن لأنك انت كلامك جميل أو يا دكتور هالة ودائما انت عارفها أنا بقى مستمتع بحديثك وهي هو السيشن هدفها إن احنا بنعمل توكس كده بحيث نوصل رسائم حضرتك قلت حاجة قبل ما ندخل في الحالات اللي احنا مجهزينها للشباب قلت الأزمة من سنة الخمس سنين تمام أنا استعزنك هوصل رسالة صريفة جدا دائما ببدأها بسؤالتها الكومي بقوم أيل للشباب بقلهم إيه الكراتيريا وفي أزمة في النيونيتا البيريد لأن حضرتك ذكرتي شيء مهم جدا من سنة الخمس سنين لأن قبل كده لازم نحط في اعتبارنا يعني قرار الأزمة من السهل يتاخد قبل سنة بالضبط وفي الشهور الأولينية قرار لازم نفكر في حاجات تانية خالص يعني أتمنى يا شباب يعني يا دكتور هالة قالت كلمة عجبتني وقفتني فحبيت أستغلها كرسالة قبل ما نبدأ يعني واحنا نقوله يعني ده مش في الخطة عندنا الكلمتين دول هي ده قلت لي براحتك بقا لا فعلا يعني فعلا بداية جميلة ربنا يا كرام في ان فيه فعلا ناس كتيرة جدا يعني يعني جايبين شهرين وبيكلموا انها ازمة فلازم نتبهين لأ اداء ويزر في السن الزهر ده نفكر في اسباب الآخرى تمام يعني وحتى من سنة الخامس سرين برضه لازم افكر مايبقاش بس قونلي دياجنوز في ازمة عشان كده نعمال لقول بريس كول ويزر بريس كل أزم عنوانين مختلفين تماماً وحنشوف الحالات اللي عندنا النهاردة تفضل دكتور طار تفضلي حضرت أول حالة عندنا أول حالة عندنا ده أحمد 2-year-old child presented by cough difficulty of breathing chest wheeze which started after cold episode بتقعد الأتاك لما بتجيله more than 2 weeks this is the fourth attack since last October الأم لحظت أن between the attacks والولد مش free هو عنده infreak وانتقاف بيجيله أدوار كحة بالذات بالليل ما عنديش family history ولا أزمة ولا أكل مهم جداً جداً لما جيلي طفل عنده recurrent attacks في بعض الأسئلة هم 3 أو 4 أسئلة لازم أسأل عليهم الأسئلة الأتاك اللي بتجيله دي بتجيله بتقعد الدوريشن بتاحها قد إيه والطفل ده بيقعد زي ما هنشايفين أكتر من أسبوعين how often بتجيله and how frequent بتجيله الأتاك دي the force attack من last October يعني أعتقد في 6 شهور يمكن أو حاجة جات له أربع مرات between the attack الأخبار وإيه يبقى الأول الأتاك سي بتجيله بتقعد قد إيه ويه بتيجي كل قد إيه how often وإيه triggering factor هل triggering factor الطفل ده بتجيله بعد cold episode ولا غالبا الأمة تبقى عارفة تقولك تعرض لدخين تعرض لأي ريحة في حاجة predisposing لي طيب between the attack إيه الأخبار between the attack عنده هنا مكانش free فيه infrequent cough بالذات بالليل نسأل بالليل early morning مهم جدا نسأل عليه كمان بسأل على family history of atopy أي allergic manifestation asthma allergic rhinitis atopic dermatitis في الفamily وفي الطفل نفسه يعني الطفل ده سنتين هل كان مثلا أول 6 شهور كان عنده أي راش في الفيس كان عنده atopic dermatitis أو عنده atopic إجزمة فمهم جدا نسأل على evidence of allergic manifestation الطفل ده دكتور طارق عايزين نسأل عليه أسئلة الطفل ده أهله بيلفه بي مع رابع قتاج جاتله محدش عايز يقولهم هو أزمتك ولا لا محدش بديهم clear diagnosis ده أزمة ده كاترة تانية يقولهم لا مش أزمة خالص طيب هل العيان ده أزمتك ولو أنا قلت له للأهل أزمة أول حاجة الأهل هيتخضوا طيب هو هيقعد بالحساسية دي طول عمره هيكبر بيها فهنتظر من حضرتك الإجابة دكتور طارق حاضر الدكتورة هالة هل تلكوا على كلام مهم جدا إنه إزاي نحلل الحالة لما تجلنا عنده طفل عنده كحة وعنده شستهويز إزاي نحلل الحالة مهم جدا التريجرينج فاكتور نسأل عليها هل هو معه cold ولا معه وهنقول الكلام ده في أجزاء من المحاضرة وحنمشيين قيمتها هال يا طرق الطفل ده بيقعد قد إيه تقاح بيقعد يومين ثلاثة اسبوع اسبوعين طيب هل بيتقرع للأدوار دي ولا لا هل يا طرق هو فيه فهم لهس كلام العزم الدكتورة هالة ده مهم جدا لكن فعلا زي ما هي سألتني هل هو أزم ولا لا خلونا نبدأ الكلام إيه هي الأزم عشان نحط الطفل دايما احنا عندنا في الطب فيه تعريفات للحاجة يعني لما أقول فيه بين لو ديفنيشن لما أقول فيه فيفر ما أقولش إن واحد عنده حرارة وفيفر وهي حرارة ستة وثلاثين ونص ها لازم فيه ديفنيشن فالأزمة هي ايه الأزمة خلينا نعرف الأزمة لأن منها نقدر ندخل لحاجات كتيرة جدا الأزمة هي حاجة اسمها بتحصل أكتر بالليل وفي الصباح الباكر وممكن يبقى معاها صعوبة نفس وألم أو صعوبة في النفس chest tightness في الشست والعيان ده الكلام ده بيزيد مع مع يعني كحة بالليل وبالصبح ولو لعب يبدأ سدره يطعب أكتر ويبقى في عنده البراثين وشيست tightness ده ديفنيشن ده كده كويس أوي لحد كده ديفنيشن كويس أوي لكن بنحط كريتيريا عشان أقول الكلام ده يمشي أزمة إيه الكريتيريا زي نظام كده لما بنقول notes to read if you want to succeed كده هم تلاتة R recurrent attack يعني أول attack دي لازم أقفلها شوية وفي حالة معنا على أول attack لكن لازم فيه recurrence فانا الطفل ده عنده recurrent attack وreversible هي الحالة دي ما وضحت ليش ريفرسبلتي أوي هل بياخد treatment إيه ما شرحت ليش الحالة أوي ودي نقطة لازم لو الأم قدامنا دلوقت هنوض نسألها اللي بيحصل بياخد reversible يعني ما دي السابة اللي هو اللي هو اللي هو في السوق لمساميات كثيرة كنا دايما نقول فاركنين لكن بقت زادت الأسماء فبالتالي لما بديه بتحسن أو لأ وهل يا ترى أنا مضطر بديله كورس كده ICS عشاني يرتاح أكتر definition of أزمة هو كده ندي السابة وممكن أضطر كمان أدي ICS على الأقل لمدة شهر وأهم حاجة مش recurrent وreversible أنا بالزد الصغير تحت خمس سنين أتأكد تماما أني ما عندش أصدر إتيانش لازم الطفل ده أتأكد منه فالطفل اللي عندنا ده اللي هو أحمد هو بيجيله attacks الattacks دي بتتكرر عليه ففيها recurrence reversibility history بتاعتها معوضحته وده كتير جدا أحيان الأم كمان ما بقاش عندها الهسر واضح بهذا الشكل والمهم جدا وأنا بحلل الحالة هشوف الحالة دي في other causes عامل لي الكلام ده ولا لا فمبدئيا يا دكتور هارة الحالة دي أنا خطها شبهة أزمة شبهة أزمة لأن عندي أنا ما كملتش reversibility عشان أأكدها تاني حاجة ما أكدتش ازري رولد آود الاثر اتيوليش ان ما عنديش data بتاعت الهيستري لتقول عليها لكن وإحنا بنتكلم ده ده دكتور هارة هندخل في حتة ده في الأزمة بالكريتيريا بس اللي قدامي ديا ولا لا فضالي حضرتك وهذا السؤال اللي بقى لعزي يسأله لحضرتك طب إحنا كده برضو موصلناش لسه لتشخيص يعني إحنا الأم برضو لسه لأن هي ما عنديش بيتحسن أو ما بتحسنش ما عنديش قدامك هي بتروح تامن جلسات وخلاص يعني على كلام الأم بتحسن لكن مشانا اللي شفت العيان هنعمل إيه يعني هل في أبروتش أقدر أتأكد به إن هو العيان ده أزمتك هعمل له حاجة أقدر أعملها يعني عشان أتأكد إن هو أزمتك غير الهيستوري اللي أنا أخي قلته ماشي ممتاز جدا كلام جميل جدا بمعنى تاني هل يا ترى في عندنا حاجة اسمها أزمة سيفيرتي سكورينج مثلا أو حاجة أحط للأزمة ده نقطة مهمة جدا لازم ننتبه لها ونتطفق عليها مع بعض إن في عندي حاجة مهمة جدا ودي الجينة جايدلاين حطها لنا بأهلها فترة بأهلها تقريبا أربع أو خمس سنين واربعض تقريبا حطها لنا في الجايدلاين إن في الأطفال لتحت خمس سنين أنا بحلفش مية في المية للأطفال ده الأزمة عندي اسمها probability of asthma diagnosis حتى probability دي هي changeable time يعني الأطفال اتقسمت الأطفال اللي هم بيجرهم قف و هويز لتلات مجميع مجموعة أولينية اللي هي كحة فيها أقل من عشر تيام المجموعة التانية اللي كحة أقل من عشر تيام الطفل أحمد ده هو كحته والهويز أكتر من عشر تيام فهو في المجموعة التانية ودايما الأطفال دول بيبقى برسيد القف والهويز بcold بابرس بيراتري أو نقولها كورايزل سيمتوم أي اسم الأسماء يعني يبدأ بكحة بدأت قبلها الابرس بيراتري منفتيشن راني نوز والكلام ده اللي يسميها كورايزل سيمتوم ولو أقل من عشر تيام ده كاتيجوري لو فوق العشر تيام كاتيجوري تاني طيب لو أقل من عشر تيام شرط لو جالوا مرة واحدة مش هبصلها أوش في السنة لكن لو جالوا مرتين أو تلاتة إبيزود هيبقى في الكاتيجوري دي اللي يسميها تقريبا الفيرال انديوزد هويز بشرط ان بتوين الاتاك يبقى فري تماما اللي هو الحالة الأولينية اللي قدامنا دي اللي يقاف في هويز قال من عشر تيام فولود ابرس بيراتري انفكشن ريال كول دي يعني اتنين لتلاتة إبيزود في السنة وان بتوين الاتاك الطفل ده زي الفل ما عندوش حاجة خالص هل أحمد كده لا أحمد مش كده تقوحته أسبوعين وعندو كان أربع اتاك لحد الفترة اللي تكلمنا فيها اللي هو ممكن يمشي في الكاتيجوري التانية اللي هي التانية والتالتة عندي تلاتة إبيزود في السنة ممكن تبقى سيفير إبيزود ممكن يبقى فيه نايت وورسنينج وهي أكتر من عشر تيام أحمد يمشي في الجروب التاني ده الجروب التاني الحد دلوقتي هو جروب واحد لكن يبدأ يتقسم من أول ما هقول كده لو كان بيجيله يبقى في الجروب التاني لو هو بيجيله باستمرار عنده قحة وعنده شستهويز بقى في الجروب التالت يأكد لنا الجروب التالت ده أنه هو الطفل ده يكون عندي أتوبي يعني زي ما قالت الدكتورة ها نسأل على إكزما نسأل على الدرماطايتس في الصفة عامة نسأل على أي أعراض أتوبي منفستيشن اللي هي فيه ألرجي كرايانايتس الطفل يكون عنده كونجاكتيفايتس يبقى عنده درماطايتس المنفستيشن بتاعة الأتوبي كلها أو فاملي هستوري في أزمة لو كده بقى الجروب التالت البرومابيليتس اللي عملتها الجينة ديا هلها قيمة اللي قدامنا آه ده ممكن أسميه بطريقة تانية فينو طيب للأزم اللي هو النوع اللي بيبقى أقل من عشر تيام أو اللي اتنين التانين هسميهم أزماتك الطفل اللي بيبقى أكتر من عشر تيام وبيجيله سيفير إبيزود ونايت وورسني وثلاثة إبيزود على الأقل في السنة أو أكتر وإن بتوين أوكيشنا القاف أو إن وثلاثة عنده كحة وهويز باستمرار وعنده فاميلي هستوري أو أزمة أو أتوبي اللي اتنين دول هيبقوا أزمة بس هل هم قيمة تأسيمة دية آه النوع بتاع الفيرال اندوز دوبيز ده في الغالب هيتحسن مش هيبقى عندي مشكلة فيه قليلين قوي يقولوا فيو منهم هيبقوا أزماتك لكن النوع التاني اللي هو عند شوية كحة وشوية وويز لكن مصد من المجموعة التالتة الفاشيست هويز مع قف مع فريقونت أتاك وفكوف وفيوز وعنده فامي الهيستوري أو أزمة أو أتوبي مصد هايبقوا أتوبي لو احنا خدنا أحمد في المجموعة دي هلقيه ينطبق عليه النوع التاني هو ماشي مع النوع التاني الوقف وهويز أكتر من عشرة أيام تلاتة إبزود في السنة أكتر عنده أربعة سيفير إبزود وعنده نايت وورسنج فيه الفريقونت أتاك في أحمد ده اتحط في الكاتيجوري دي محتاج إن احنا نهتمي به شويتين وعشان كده اهتمامنا به لازم ده هيمشي على رجل ورميديكيشن ثلاث شهور دايما في الأزمة احنا دايما نقول كلمتين بريفيرد ثيرابي والترنتيب ثيرابي يعني البرفيرد اللي هو إيه ده أحسن حاجة ده ياخد ICS لمدة ثلاث شهور طيب تحت الخمس سنين لما يأبدأ بالICS في الأج ده أدي إيه ICS دايماً ICS تحت الخمس سنين في حاجة اسمها Low Dose ICS و Double Low Dose ICS ده اللي ياخد Low Dose ICS بالDose اللي نتكلم معنا في آخر المحاضر يا أخفالس فهنبدأ له ICS لمدة ثلاث شهور ونبدأ معاه باستمرار للريفر لحد ما الكحة تهدى ونوقف للريفر مش على طول تلاث شهور للريفر لا خمس ايام سبعة ايام لحد ما الكحة بتهدى معاه واكلب واكمله طب هل في ممكن أستخدمها لو الطفل ده قدامي ما بتحسنش كويس آه طبعاً في ممكن أمشي عليها ممكن أديله أزود عليه أو أديله لكن واللي لازم أستخدمها والمهمة جداً ال-ICS تمام دكتور طارق يبقى احنا كده بالنسبة لأحمد احنا غالباً هو أزماتيك وما ينفعش يتساب من غير ما ياخد كونترولر تريتمينت واحنا قلنا يبقى البروبابيليتي بتاعته ان هو أزماتيك اعتمدت على الفريكونسي بتاعت الإبسودس اللي بتجيله وعلى السيفيرتي بتاعتها وعلى الكوز يعني هي كبعد فيرال أبر سباتر تركت انفكشن فده قلنا البروبابيليتي عليه زي بحاتك قلت لنا بلاس ان لازم ما ياخد المانجمينت يبقى هيكتب له تريتمينت اللي هو الاي سي اس بلاس أو بداله زي بحاتك قلت الانتي ليكو ترييز طيب احنا قلنا للأم هياخد البخاخة فطبعاً هي هتتخض وآخر أول سؤال هتقوله طيب انت شخص تقولي أزمة هل أنا ابني متوقع يعني خلي بالكو الأمهات المصرية عندها كذا سؤال كذا حاجة الكوحة عندها فيه كوحة عادية دايماً تقولك أصلاً دي كوحة العادية هو جايلك لما الكوحة بتزيد مع أن الكوحة ممكن تبقى هي الكيب بتاعتنا لما تيجي نتكلم في الأزمة باستمرار الكيب اللي بنشخص بها الأزمة دي أول حاجة حاجة تانية السؤال اللي قالت الدكتور هل هيبقى عطول ولا لا هنا أنا بجاوبها الكلام ده هقول لها يا مو أنا أول مرة أشوفك والهيستري بتاعك حط ابنك على الكاتيجوري دي لكن هنحتاج حاجتين زي ما قلناهم في الأول خالص الريفرسباليتي نتأكد منها ولازم نتأكد مع دي السبب تاني بمعنى تاني وحضرتك وانت بتاخد الايسي اس المدة 3 شهور هيبقى فيه فلو قبلينا عشان نتأكد نفيه رسبونس يبقى فيه جود رسبونس فبالتالي احنا ماشيين في الأزمة في الكلام بتاعنا سليم وفي نفس الوقت هنتأكد ان الطفل ده نورمل وانا شايفه انه نورمل وشايفت كده ومعنديه السبب تاني من الأسباب اللي أسهل حاجة فيها الـ foreign body وممكن يبقى جاله جاله في أربع مرات قبل كده كاف اه عادي جد فبالتالي هطمنها ان انا اهدى شوية معايا هو احنا بنقول ان هو probability للأزمة بس خلينا نمشي صح عشان ياخد حقه صح وكل ما الأمة بنكلمها بكلام علوي بتقتنع أكتر بالكلام طيب احنا هناخد الكلام ده وانتابع يا ماما عشان نتابع هل يا طرح بيستجيب معنا ولا لا تاني حاجة واحنا بنتابع بنشوف نستبعد اي حاجة تانية تكون عبيطة واحنا نسينا مش واخديننا وعالي جايبقى سهل لكن سؤالك ده يا ماما محتاج بقى اجابة منه من خلال حاجة احنا بنكلمنا مع بعض بقى ونقولها مع بعض عملتها الناشنال هارتو لانج بلد انستيتوت في أمريكا وعملت لها ريفايز كريتيريا يعني عملها اوب ديت مرة او اتنين كمان وقالت لنا البردكتف اندكس ده معناه ايه عشان اقول للأم اسألها اسئلة تانية اجاوبها البردكتف اندكس معناها الطفل ده بعد ما يكمل ست سنين هيكمل ازمتك ولا فده احتمالاته ايه والاحتمالات دي لها سنستيفتي وسبسيفتي مش هيمين الارقام لكن يعني مش هندرد برسنت ده احتمالات طيب مهم قوي الحاجات دي عبارة عن ايه القاعدة اللي قالتها الانستيتيوت الهارت لانج الانستيوت في الستيت قاله الطفل اللي تحت التلات سنين ديابولنا قت ايجي كده اللي هو يمشي على احمد وجاله اربع امور هواذي بشارك يبقى وان داي على الاقل وافكتين سليب يعني وان داي وان لايت على الاقل ما بقولك وان داي على الاقل يعني 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 عندي اكتر من يوم بيقح وعندي افكتين سليب يعني عندي اكتر من يوم عنده قحة واكتر من يوم انهم بتاعهم متأثر الطفل ده لو ما هيجيب خمس سنين في الغالب هيبقى أزمتك يبقى هو جاب للإيج تلات سنين النمبر أو أتاك قال لي أربعة أو أكتر four or more episodes وأفكتنج السليم ويبقى أكتر من يوم الكحة والهويس ده في الغالب الطفل اللي بيجيلي بالكريتيريا دي أحمد يبقى عنده كريتيريا دي في الديفينيشن عشان أبدأ أحطه أدور على الحاجات التانية طب الحاجات التانية إيه اللي هسأل أم هل حضرتك دلوقتي ما تقوليش وانا طفلة وبابا دلوقتي ما تقوليش هو كان طفل إن احنا بنتكلم في الأطفال تحت خمس سنين على حاجة اسمها ترانزينت ويزر لكن لو هم دلوقتي ويزر وأزمتك بقى عندي حاجة اسمها بيرنت أسمع فده ميجيور كريتير أو الأب أو الأم أو لا احتماد خلي بالكوا ده بريديكتف اندكس مشور اندكس مشور اندكس أقول لها لما يكون الأب عنده أزمة يبقى الابن عنده أزمة ده بريديكتف احتمال دايما نخلي رجلينا الوراء شوية عشان نهدي الناس بصي إحنا مندي علاجات ومنقولش ما نقدرش نحلف وبإذن الله هيتحسن والكلمة الحلوة للناس بتحب تسمعها عشان يبقى نفتح نفسهم ولو عنده أجزام هل بيجيلوا الأسئلة اللي أسألتها بقى الدكتورة هالا وهي ما تجاوبتش هل كان عنده حصل إجزما عنده ديرماتايتس عنده كونجكتيفايتس عنده أليرجيك رايانايتس حاجة من دي الكلام ده بنسأل بس تهمنا هنا البوينت بتاعتنا هي الإجزما سألنا على الإجزما قالت لأ طب خلاص للبيرانت عنده هم والإجزما عنده طب هل لما بيشم روايح سدره بيقفل بس ننتبه في الروايح دي في روايح عادية لما بيشمها في البيت كلنا ناخرنا بتقفل وسدرنا بيقفل ريحة البرفاني الحادة والشديدة ريحة المنظفات الحادة والشديدة لا أنا بتكلم روايح عادية لازم نفهم الأم ما تقول ليش الحاجات الحادة الحاجات العادية هل لو بيشم حاجة بيتعب تقول لك آه تأي ريحة بيبقى حواليه بيتعب لا تقول لك سدره بيتكتب أو بيكوح لما تكون أنا مغرق لبيت نظافة مثلا بحاجة نظافة لو استخدمت برفان بتاعك جامد أو بوال برفان الجامد بتاعه لا دي مش هنعتبرها الحاجات العادية الروايح العادية هي دي اللي هناخد بيها طيب يبقى أي واحدة من دول ده ميجور أي واحدة بس تكفيني واحدة بس أقول الطفلة احتمال احتمال بعد خمس سنين هيتكمل بالمشكلة بتاعه دول ميجور كريتيري طيب الماينور دايما لو تلاحظوا البروبابلتي بتاعت الجينة نكون نقول إيه cold followed by cough and wheeze أقل من 10 ايام وقتا من 10 ايام لكن لو ال cold جاله لو ال wheeze جاله بدون cold لا ده لازم نوف قدامه هل بيتكرر عليه ولا بيتكررش لأنه أول مرة ممكن يبقى foreign body لكن لو تكرر عليه بقى free current وreversible ده في الغالب ميجور كريتيريا لو طلبت cbc وطلع لازم رفل 4 او اكتر في المية ده minor criteria أنا عاوز اتنين minor criteria لو هو بيأكل أكل عند food sensitization يعني الطفل جاي لfood sensitization ده الوحيد هم minor criteria أنا عاوز اتنين minor عشان أقول آه ده شفته مش هيبقى أثباتك احتمال أرجوك الكلام ده مهم جدا للأهل لأن حسيته معهم بيبقى حسة جدا لازم نقول احتمال ما نقولش لا هيبقى أزمة ما حلفش بالله العظيم ثلاثة نبقى أزمة طيب عندي ثلاثة criteria major واحدة كافية وثلاثة criteria minor لازم اتنين كان في أول طبعة أو أول release للأزمة predictive index كانوا بيتكلموا عن allergic rhinitis وهما شالوها أنا في رأيي Oregon caught it لا ترجع ولا تألهمها هما sacrificed criteria we بتاعتهم شالوها لكن أنا في رأييي ان لازم تضطر في الاعتبار فالطفل تحت خمس سنين لأنها قيمة دايما allergic rhinitis والأزمة الاثنين joint مع بعضهم لما معنى تاني لو انا براجع مع احمد ومانتو الداتا بتاعته وكان عنده وان كريتيريا بس من البرنت او الطفل بيجيله اجزما او بيشم حاجة بيجيله سدره بيتكتم معاه اي واحدة منهم لا او لها احتماد لكن لو عنده او الكحة واللويز بيجوا بدون كولد والازينفل اربعة او اكتر او عنده اتنين منهم عنده هيبقى الطفل ده ممكن في الغالب هيبقى بعد خمس سنين ازمتك فبالتالي الاجابة بتاعاتنا لازم تبقى بحرص وبحساسية نطمن الام وفي نفس الوقت ناخد history كويس وفي نفس الوقت نديها ان احنا ما نقلقش كل الموضوع عاوز متابعة لكن في الغالب هيبقى كويس احنا بتقول احتمال لكن الناس كثيرا جدا بتتحسن فخلينا عشان كده هي few لما نقول probability كان بيقوله few من الفيروس ديو سايبوا ازمتك سمتة سمتة ده يعني ايه يعني مثلا من العشرة ثلاثة من العشرة اتنين مصد من العشرة اربعة او خمسة او ستة مش كده فبالتالي لازم نقول الكلام بالراحة عشان ما نخليش الناس يبقى قلقانين على ولادهم لكن في نفس الوقت يقولون مهم جدا علاج لان التأصيل في العلاج هيئزي العياج فضل يا دكتور هارب شكرا دكتور طارق كده الصورة وضحت بالنسبة لأحمد هياخد تريتمينت هياخد كنترولر تريتمينت الشخص ان هو بربابلتي وفي ازمة من الجروب نيبرا اتنين هيكمل بالازمة ولا لا بالكريتيريا دكتور طارق قالها مش هيكمل بس ما نقدرش نقول الاهل مية في المية مش هيكمل لو هو خاد الكنترولر كويس ولو هو عمل فلو اوب كويس مهم جدا الفلو اوب الازمة ما بتمشيش زي ما قلت الكورس بتاعها مش ثابت طول الوقت بتختلف ممكن بعد شوية الطفل ده هيجيلي بأليرجي كراينايتس كمان ادي بقى معه وان ماينو الكريتيريا بعد شوية يجيلي ويز لان ده خلي بالنا الطفل ده سنتين بعد شوية ممكن يجيلي ويز ابارت فروم كولز هو جاله اربع مرات مع كومون كولز فالممكن غير كده يجي له في التكس تاني فالفولو اوب زي ما دكتور طارق قال هو المهم جدا جدا في الاطفال اللي هو اقل من حتى لو احنا قلنا ما فيش في الازمة نيجاتيب وان هو مش هيكمل ندرجة تقول مية في المية ان هو مش هيكمل ازمة نشوف الحالة التانية دكتور طارق عندنا هاني ده ثلاث سنين بريزنتد بقف وبرضو ديفيكالتي أو بريفين و تشيستويز ستارتد افتر كولد ابيسود اباوت وان ويك بيقعد بتاعته وان ويك يبقى الاتاكس هنا بتقعد احنا قلنا هنسأل هاو فريقونس ويه بتاحها وال بريدسبوزينج فاكتور او التريجرينج فاكتور التريجرينج فاكتور عندي هنا افتر كولد والسيمتومز بتيجي كل بتقعد اسبوع ما بتطولش زي الطفل القابلي اللي هو احمد كان بيقعد دريبة هقولنا وعين بالزبط كده ده كانت ثورد اتاك في اللاست تير تاني كانت الفورسة اتاك في ستة شهور ده بقى في سنة جاء دي الثورد اتاك بتوينز اتاك كان فري تاني كان عنده سيمتومز وكانت بيناعت هنا ما كانش فيه اي سيمتومز ولا كاف ولا ديسنيا بتوينز اتاك يبقى ده ده ابسط خالص والاتاك زي قليلة بتقعد فترة اقل وبتوينز اتاك هي اس فري وعندي نيجاتيب فاميلي هستري الاربع حاجات اللي قلنا بنسأل عليهم نفس السؤال دكتور طارق الام دي دي واحدة تانية بقى جايالي وحياخد تريتمنت ولا لأ استني رأي حد بمتقى البساطة احنا في احمد قلنا البروبابلت بتاعت الجينة تعال نحط هاني ده على البروبابلت كده ونشوفها يتحط ازاي وهيريحنا جدا هاني ده اللي بيجي لكحة اسبوع يعني قال من عشرة ايام وهو تلاتة ايبيزود في السنة اللي فاتت هو من اتنين لتلاتة في السنة يعني جاب لتنين الماكسوم التلاتة وان بتوين ما عندوش حاجة خالص فبقى في البروبابلت الاولى في بتاعت الازمة اللي هي الجروب اللي نسميه فبالتالي ده اللي هو منهم الفيو منهم يعني لو العشرة يبقى واحد او العشرين واحد او تلاتين اتنين كده يعني هيبقى رقم قليل جدا فهو اللي هو الكاتيجوري اللي في الغالب في الغالب اللي هيبقى مش هيكمله واخدين بالكو ازاي فبالتالي الطفل ده هيبقى في الكاتيجوري الاولينية ديا ولازم نقول الكلام ده للام قل لها يا ماما ده طفل جسمه وبيتحسس من نزلات البرد لما يجيله نزلات البرد انا بقولها كده في عياتي بقول لها السدر ده عامل زي العود او الكمان كل ما تشد الوطر بتاع العود او الكمان اي حاجة تخلي الصوت عالي اوي فبالتالي هم الطفل ده بسرعة اول ما يجيله شوية برد تلاقي صدره بيرد بسرعة فتلاقي الكحة الردة بتاعة الوطر بتاعه ده هي كحة ويزيق فبالتالي ده هيبقى مؤقت ده هيستجيب بسرعة لي مع الوقت هيتحسن بسرعة وهيبقى كويس وفي الغالب مش هيبقى عنده حاجة في الغالب يقولها بصيقة ده في الغالب لكن لازم هنهتم بيه لازم نهتم بيه وعشان كده هنعالج دكتور طاري طب ده بسيط جدا والأتكس ثلاث مرات في السنة هياخد برضو انهيلد كورتيكوستيرويد زي الطفل اللي قابله هنا بقى هو دي نقطة المهمة جدا دكتور هالة ده لازم نبقى فاهمين زي ما احنا قلنا كده يعني لحد دلوقتي وحنا بنتكلم في وده أكبر تجمع بيطلع جايد كل سنة وبيعمل أبديت ليه للأزمة اللي هو الجينا في الخمس سنين الأولين قاعد يلعب في بروابيليتس هل قال كلمة في الدياجنوز تحت خمس سنين شور دي ما كنا بنهرك كده بنقول عند سؤال التهكوب بتاع نيونيت ايه كراتيريا بتاعت الأزمة في نيونيت هل هو هنا قال في ايه الشور دي نوز نحن نقول لعائل ده هنشوفه أزمة عند سنتين ده هيفضل طول عمره لحد ما يبقى مئة سنة عنده أزمة ما قالوش كله بروبابيليتس بروبابيليتس حتى التشخيص بالزبط بزغير كبار ما عنديش حاجة سبجيكتف ان انا عاملها عشان أبروه يعني صحيح يعني هي بروبابيليتس لما قول عليه أزمة هي بروبابيليتس هي بروبابيليتس انه يبقى أزماتي طيب لما هيقبل خاول مي بي انه يبقى أزماتي يعني كلها لا إما مي بي لا إما ممكن يعني قاعدين ما بنقولش حاجة لكن فيه لقطة مهمة أنا عندي عشر أطفال جايلي بالأعراض دي عشرين طفل بالأعراض بتاعة الطفل هاني ده واحد منهم اللي ممكن يكمل بعد خمس سنين اللي هو الفيو اللي قال عليه فيو ده هو هاني ولا التسعة عشر اللي بقيين أنا مش عارف فهنا التريتمنت هنا مهم جدا لازم أدي لاني مش عارف وده جزء من ان أنا تأكد ان الطفل هيعدي بسلام ان أنا ادي له كنترولر لان لو ما بدتلوش كنترولر انا لازم افهم ان الأزمة انفلاميشن يعني انا الطفل ده مولود بحاجة بيخلي بتاعه زي ما حقولنا الوطر بتاع العود او الكمان بيجي لي حاجات كتيرة جدا جدا لكن منها 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 حاجات كتيرة جدا في النهاية المطاف بتعمل لي حاجة اسمها فيظهر لي السيمتوم يعني يحصل لي المصل بتاعة البرونكا يحصلها ويحصل لي فيبدأ اسمع الهويز كأن افلت مصورة المية او خرطوم المية في باسمع الهويز ولقى العيل ده يبدأ الكحة بتاعته تزيل طيب لما بيحصل نتيجة او ميكروب او فيروس او انفيرومينتال فاكتور او اي حاجة بيحصل تغيير في كل طبقات الاروية الابيثيليم مصاب ابيثيليم والمصل بيحصل في حاجات ثكن ابيثيليم بيحصل انفلتريشن للسلز هايبربليزيا الاروية بيحصل بيحصل لها حاجة اسمها لستولايسز فبالتالي لستستي بتقل فبالتالي كل دي مع بعضها بنسميها ريمودلينج الريمودلينج ده حاجة صعب انها هترجع تالي انا غيرت في الشكل التشريحي ل الاروية فبالتالي الشكل الوظيفي او الاداء الوظيفي هيتغير فانا ممنوع ادخل الطفل للريمودلينج ده ازمة يعني انفلاميشن يعني بمعنى فيه اكيوت انفلاميشن بتعمللي اكيوت سانكوس بقت كرونيك انفلاميشن بتعمللي كل شوية يجيلي اتاك تانية يحصل الاروية فلو ففي ابستركشن فبالتالي الارفلو بيحصل لي عندي فيه مشكلة فمش مش مطلوب ان انا اخلي العيد كده انا بوصفها لأم الطريقة لطيفة في العيادة بقولها الاروية ده عامل زي الطريق كل ما بيحصل فيه انفلاميشن فيه مطب بيحصل فيه حفرة بتحصل بدل كأني بنضف الطريق ده من الحفرة المطبط فبالتالي الطفل لما هيكبر انا بسلمه لحضرتك بعد 6 سنين وهو وحظه طبعا لازم اقول لها الكلمة دي بس هيكون احسن من نسيبه خالص لان حتى لو هو هيكمل ازمة بعد 5 سنين بشوية كل ما كانت الاروية بتاعه احسن كل ما هيكون اعراضه اقل لازم اشرح الكلام ده بالراحة عشان اقول للناس ازاي تفهموا معايا ان هما يتبالوا للاج لان خلوا بالكم انا بقول ICS والناس في مصر كلمة الكورتزون بتخليهم يحصل لهم حالة من الزهر والهيجان رغم انهم متعودين بيقول لك راحنا للصيدالي ودالنا دواء كوحة ده تيجي تبص على دواء كورتزون او دواء الالتهابات ده ما بتقلش دواء كورتزون باسمه دواء الالتهابات او دواء كوحة هي بتدي وهي مش واخدة بالها فبالتالي لازم نشرح لها انها ما تقلقش من الICS ما تقلقش من اي علاج بس احنا نحط العاية على التراك الصعب فضلت دكتورها يعني برضو احمد احمد ده هو تاني واحد كان اسمه احمد كان هاني كان هاني هاني هياخد كنترولر تريتمينت بس هنا هيبقى اللي هو لمدة شهر لمدة شهر اللي هو او الانترميتنت ممكن اللي هو الانترميتنت في ربي دكتور طارق ايوة اللي هو لمدة شهر مدة شهر ونعمل فوله بعد كده هو بالزبط الشهر ده كان انا نزل بتوع الراس بينظفوه بحيس ان هو شوية الحفرية الزوائية اللي حصلت نمي عالطريق ناعم و جميل ويمشي براحته فيه الهواء يبقى احنا هنا الديوريشن اختلف غير الطفل الاولياني علشان هنا التاكس كانت انفريقونت والسيفيرتي بتاعت الابيسودز كانت اقل او تقريبا ما كانش فيه سيفير ايبسودز او كتاقلم تلقي مرتين او تلاتة في السنة كان اولي غير التاني صحيح الاولياني كانت او مرات ده كانت تلات مرات بالزبط فهذا بندي كان زمان ما بيدوش يا دكتور طارق خالص بس دلوقتي ما ينفعش يتسابط طفل زي محطك قلت عشان الباصولوجي اللي موجود في وده طبيعي يعني ممكن بعد سنة اتنين تلاتة انغير العلاج يعني كل ما بنفهم الموضوع يعني الناس كانت زمان ادي وبرضو خلي بالك يا دكتورة هالة والناس لست فاهمة كده يعني وحضرت وفاهمة الكلام ده كويس ان الشباب لازم يستوعبوا ليه التغييرات اللي بتحصل في الجايد من 40 سنة انا عاجوش شوية انا عاجوش شوية من 40 سنة ما كانش في حاجة اسمها انهليشن سيرب مثلا صحيح فبالتالي ايه المتاح قدامنا يعني كان الاماينو فلن هو اللي قدامنا وبنديه في الامرجنسي عادي جدا وكان زمان وحنا بندرس وحنا طلبة كمان فرقلنا بين الكاردك ازمة وبرونك ازمة وقل لك خلي بالك اصلا البرونك اتدي فيها ادنالية ان ما تستخدمهاش في الكاردك ازمة يعني يعني كان علمي كان حدوده كده كان العلم في الفترة دي حدوده كده دلوقتي عارفنا فيه فليه هنستخدم هستخدم هستخدم هنستخدم هنستخدم فنستخدمه عشان ما يحصلش الحفرة اللي بتحصل دي اللي احنا بيقول عليها لو طلع حاجة كمان سنتين وتعلمنا حاجة جديدة ممكن لقيت جيد لاين دي بارت وتتغير فنازم تبقى عارفين ان مش فيش حاجة ثابتة يعني لو بنعالج الطفل ده بداية من عشر سنين هنبقى احنا بنظلم العين صحيح صحيح وبرده زي محيطك قلت الفولو اوب العين ده ممكن دلوقتي وفي المرحلة الاولى اللي هي الجروب الاولاني ممكن السنة الجاية يجي لي بالفريكونت اتاكس مور ويبقى موجود على الجروب التاني على فكرة يعني ينقل على الجروب التاني وبالتالي هيبقى ماشى على الانهيلد استيرويت ثلاث شهور يعني العين ما بيكملش في نفس الجروب على فكرة عشان كده الستيب اوب والستيب داون بتاع الفرابي بتاع الازمة مهم جدا العين ما بيعودش هستأذنك هقف هوقفك لان دي دي اهم مرسلة ممكن تتقالي اه مهمة جدا عشان بس اتفكروا يا شباب انك بتشخص الازمة دلوقتي احمد قلنا انه جروب التاني هاني جروب الاولاني دي خلاص انت ارتحت كده ويجي لك بعد خمس سنين تقول لها مانا مشخصولة جروب الاولاني من خمس سنين لا تبعد شهرين بعد سنة ممكن تلاقيه تغير بالزبط بالزبط حالته تسوق يدخل الجروب التالت كمان يعني فهموا الحتادي انه في موفمينت في موفمينت كده عملية انسيابية الولاد تقول حسيط الصد دول متغيرين في الفينوطايب بتاعهم في البرزنتيشن تمام يا دكتور طار حنشوف الحالة التالتة تامر عنده تلات سنين برضو البرزنتيشن نشوف كده بيجيله كانت برضو وبيعود اكتر من اتناشر يوم دي الفيفس في الشتاء يعني واضح ان الاتاكس يعني المادر كان بتقول الولاد عنده فريكوانت كاف ايبيسود دي and night يعني الولاد ده مش مستريح يعني خمس اتاك في الشتاء خلي بالنا الشتاء ستة شهور فيعني مرة في الشارع وممكن اكتر كمان ممكن تجيله وبتوينز اتاك ومش فيه كمان عنده هو تامر نفسه كان عنده سام سورت اف ريكارن درماتايتس واخته كان عندها اليرجي ترانايتس بابا عنده هستري كان بيجيله ريكارن كونكتورن القف فانا عندي فاملي هستري وعندي الولاد نفسه افر اليرجي افر اتوبي والولاد نفسه كان عنده هستري اتوبي سكن درماتايتس ده نحطه في اني جروب بقى دكتور طارق انا متى للشباب هم كنردوا علينا كده يعني هم بيجيله اتاك بلوقتي خمس اتاك والاتاك بتقعد اكتر من عشرة ايام بقى في الجروب التاني او التالت بالزبط كده مش كده طيب انبتوين زيتاك ده هو اللي عنده فريقونت مش انفريقونت مش زي احمد ايوه وبيحصل له وورسنينج داي واند نايت وإيرلي مورنينج مش كده تزود عليه ان فاملي هستري واخته الاليرجي كرانايتس ده ممكن تبقى اتوبي على فكرة يا شباب نعرف حاجة الاتوبي هو انهيرتنس اي جي اي عالي فبالتالي ممكن الجد عنده والابن عنده ازمة او العكس يعني فبالتالي لما لقى البنت عندها الارجي كرانايتس دي تديني كويري اتوبي فالعايل ده عنده هستري اتوبي في الفاملي طب هو عنده درماتايتس تدام ده احتمال تبقى كانت اتوبي الاب عنده قف وانفريقونت اتاك او فريقونت اتاك وقف اللي مش متشخص في الاج ده احتمال القف ده لانه العيان ده يمشي في الكاتيجوري رقم ثلاثة بالصبت وعشان كده لما اجي ابص على الطفل ده هلاقيه تقريبا هو الكلاسيك كيس لعشر تيام بعد بعد وابطل من ثلاثة ايبزود ده خمس ايبزود وسيفير ونايت وورسنين وإيرلي مورنين كمان زايد عندي وانبتوين فريقونت واتوبي وفاملي هستوري في ازمة ده كلاسيك وده يعني لو انا عندي عشرة اقول ستة هيحصل لهم ازمة واخدين بالكم ازاي فبالتالي لازم ابقى هو ده الكاتيجوري اللي هيتحط فيه ومش كده وبس ته الطفل ده انا مش هبدأله بالضاب اللو دوز احنا عندنا تحت الخمس سنين مرة تانية بك اقولها واخدين مرة تحت الخمس سنين عندي لو دوز وضاب اللو دوز ما عنديش ميديم دوز وبالتالي اما قديله البديل بقى ده البريفير البديل قديله لو دوز ومعها اللي كتريين موديفاير وفي نفس الوقت هتديله لريفا طول ما عنده قحة فلازم نبقى فاهمين الحتادي كويس قوي عشان نبقى احنا بندي لعلاج البتر تشانس للعيان ان هو يتحسن معنا تفضلي دكتور اهير يبقى احنا كده دكتور طارق احمد تامر ده تشخص ازمة التابت حالات عندنا واحد اللي هو اول حالة كانت في جروب 2 والتاني كانت جروب 1 الاتنين خدوا اول واحد خد لمدة 3 شهور وكان له دوز التاني كان اللي هو اللي ما بيجيليوش اتاكس فاخدوا لمدة شهر هياخد اخر واحد باله هو شايل كل الكريتيريا اللي الدكتور قال عليها ده خلاص ده تشخيص وازمة بمنتهى السهولة يعني ده اسهل واحد يتشخص ازمة وبالتالي هياخد على طول الانهيل دوكورتيكس بالدوز اللي هي الدوبل دويل دوز على 3 شهور زي من دكتور طارق قال ولو ما تحسنش ممكن اد اون ممكن اد لوكتراين انت لوكتراين انتاجونست طبعا زي اد ان احنا بنخلي بقى من الحالة الرابعة مصطفى جاي بصادن كلمة صادن مثلا او مرة نسمحها هنا غير التاني مكانش مكانش عنده قابليها مهم جدا لما يجي لحد بيكوح كان في معاه أبر كتر المانفستيشن ولا أسأل عليه نفكر في ايه يا شباب دكتور طارق نفكر في ايه العين ده هل ينفع شخصه أزمة بالفيرستي أتاك اللي جاي لي بيها حضرك جاوبتي الإجابة الكاملة من أول كلمة كده من فيرستي أتاك فيرستي أتاك دي لازم دمها كتير على فكرة ده ممكن يكون نحظ كده أنا أول دكتور هشوفه وده بقى الفيرستي أتاك فلازم أقول للناس أطمنهم أقول لهم لا ده مش أزمة ولا حاجة لكن هنعالجوا زي الأزمة ونتابعوا عشان لو أنا عاوز أفكر في الأزمة لو أنا عاوز أفكر في الأزمة هنتابعوا لأن الأزمة لازم الأتاك دي بقى ريكارنت وانت بتقول ما فيش ريكارنت فنهدى ماشي طيب إيه تاني اللي عنده لازم أديله العلاج عشان يبقى وليزم أستبعد الكوز هنا بقى لازم تستبعد الكوز في الحالة دي مهمة جدا ليه لأنه عندي صادن صادن كاف وعند ما حصل معاه وما حصل ليش كول ما كانش بريسيد باي كول طيب نحط قاعدة شرعية للموضوع ده عشان نرتاح القاعدة شرعية بتقول لنا لو طفل جايلي بنيو كورايزر سنتم يعني في سن سنتين أو تلاتة أو تحت خمس سنين وأول مرة يقح وأول مرة يجي لي شاستهويز لازم أفكر في الفورين بادي دي قاعدة شرعية كده زي جاي نقول زي عارفين ده بتكلم في الدين دي نقول عن المهام أحمد بن حنبق هنا بقى عن كتب الميدسين إنها دي كده لازم نتفكر في الفورين بادي طفل كلاسيك صادن طف ديفكال بريثين ما عنديش كوم القوم بتقول عمره مكح قبل كده ولكن عندي مشكلة كحة حتى الكحة العادية وما اللي بتقولوها لأ ما كانش بيكح خالص تهي لو جات له حاجة كده بتبقى مع البرد اللي بتوع اليوم أو التنين بس ما عنديش أي حاجة وطفل نورمل تبع عندي مشكلة إنها بايلاترال شي السويس يعني قلنا القاعدة الشرعية فولين بادي لكن لأ تبايلاترال إزاي بايلاترال تبايل بادي جاي اللي في الرايد هسمع عن المشاكل في الليفت هسمع عن المشاكل تبناخد كده منه حاجات بالمونري عشان نقدر ناخد قرار نهائي وحاجات اكسرا بالمونري والبالمونري ممكن يكون زي الأزمة اللي هي جاية في اليومن نتيجة المسل كونتراكشن اللي حاصل دي والميوكس سيكريشن في الانترا اليومنال ها او حاجة ضغطة من على البرونكس مبارك لكن في البالمونري حاجة انترا زي الفورين بادي انترا الوحيدة ها بس طب هالإكسرا بالمونري موجود اه تاني عند الهارد ديزيز يعمل عند الاسبيريشن زي الرفلاكس يعمل عند الميدياستاين المس تعمل عندي الاميون ديفيشنسي والكلام ده اللي ممكن يعمل لي مشاكل في اللانج في البلينك ممكن يعمل لي بس الحاجات دي كلها بتيجي بأعراض أخرى بيبقى فيها معاها أعراض أخرى لكن طفل سليم وكويس ومعنديش حاجة لازم أفكر في الفورين بادي شوية وعشان كده القاعدة الشرعية اللي قلتها دي هاو تبورسيد ان كافة وويز وويز بالذات الالجوريزم ظريب جدا دايما لما يكون صادن انسة اوف سونتومز اسأل على الكوريزر سونتومز موجودة فيرال اندوز دويز تمش موجودة فورين بادي فدي قاعدة شرعية لازم نحطها فقدمنا باستمرار الطفل جايلي بالصادن انسة اوف كاف ولو سمعت معاه وويز لازم أفكر في الفورين بادي بالذات لو ما كانش عندي قبل كده أي هستري للأزمة أو أي مرض تاني بالذات لو طفل نورمال ما عنديش أي مشاكل أخرى تخليني أفكر في مشاكل أخرى طيب وده فعلاً لما اتعمل الطفل أشعى عادياً لأينا فعلاً أنا عندي هايبر انفليشن في وان سايد الليفت سايد وفيه عندي أهون التراكية شفتت شوية ناحية الأزر سايد فبالتالي لازم أفكر في الفورين بادي بسهولة جداً لكن لازم نحط شوية حاجات كده في اعتبارنا عشان نبقى فاهمين الويتنس يعني الأم أو القب يشوف الطفل هو بيشرق هو بيأكل اللباية أو بيأكل خباية الفول أو بيأكل أي حاجة يشرق منها ده في 50% بس اللي هو عشان الناس تجي تقولك تشارق جالوا شوكينج ها تشارق وكان ده يعني 50% من العيان محدش يشوف حاجة فبالتالي مش شرط تسمع أن كانت الأم تقولك كانت حصل شوكينج الحاجة المهمة جدا لازم أعرفين شيء منطقي لو فيه فورين بودي في الرايت سايد هسمع مشاكل في الرايت سايد في الرايت سايد هسمع مشاكل لكن بيحصل فيه زي ريفلاكس بيبقى بايلاترال هويز وده كومن جدا يعني حتى الإكسراي ممكن لما عملها ما يكونش باين قوي أن فيه عندي فيه فرق فيه وعشان كده الفورين بودي كمان لازم أحطه في اعتباري لو الطفل ده جالي بصدن أتاج وأنا مش شايف حاجة فيه خالص فيه بايلاترال شيس ويز وأنا مش قادر ومش قادر أحلف وعملت شيس اكسراي طالعا لي نورمال طب أفكر فيه زيادة إزاي حتى لو وديته علاج للهويز ده زي ما احنا متعودين أنه ده أزمة هلاقي الريسبونس بتاعي متحسنش كويس لأن أنا عندي مشكلة تانية خالص فلازم ده لازم أحطه في اعتباري باستمرار أن الحالة مش جايرة متأشرة طفل أمه قالت له تلود ده شرق من ساعتين واجه أسمعه عليه بايلاترال شيس ويز وعمل اكسراي ألاقي كرين كان صين زي ما نبرر واضحة جدا في شيس اكسراي فبالتالي أحيانا الحالة اللي هي الجراي دي ده كتيرة فبالتالي نبقى فاهمين كده وناخدها بهدوب حتى أنا مش واسق ومش قادر أحلف لأن أقول لهم فور الوضي وأبعادتهم للدكتورة فلانة أو الدكتور فلانة عشان يعمل منظار أو كده لو أنا واسق ومتأكد ابعت على طول لو لقيت الطفل حالته كويسة وأنا مش واسق تبقى ديله عليك هيحصل فالير اللي هي قلنا الأزمة عبارة عن ريكارة انتاتاك هي دي مش ريكارة لازم برونكو دايليتور لأ ما بتحسنش لأ هنا بقى لازم أبعته لحد لو ما كانش من الأول كلير لي أن أتشخص أنا الآن مش قادر أحط بصمة هديله برونكو دايليتور وأشوف الوضع هيبقى إيه برونكو دايليتور انهلد برونكو دايليتور ما جابتش تأثير لأ على طول ما تأخرش في العيل ده وبعته يعمل منظر فيه نقطة تانية يا دكتور هالة بعد إذن حضرتك ده فورين بادي موجود قدامي ها وفيه فورين بادي موجود على دايما نحن نقول أن الفورين بادي دايما يمين لأن البيفوركيشن والستريت برونكو جهت ليمين مع التراكيين لكن ده أناتوميك اللي بيحصل بكلير وده موجود في بالذات الريديولوجي بيتكلم عنها كتير بعد أربع سنين بمعنى تاني أن لما يلاقي فورين بادي في الليفت سايد ده ممكن يحصل في السنتين ثلاثة الأولينيين فبالتالي القامل هو الريت سايد لكن ممكن يحصل الليفت سايد ولازم أفكر في الفورين بادي في الأكيوت قف والأكيوت ويز وفي الكرونيك قف وفي الكرونيك ويز لأن النجليكت فورين بادي دي نقطة إحنا بيحصل لنا زي الطفل اللي جاء لنا المصطفى ده لو أنا مش قادر أجيبه وحط له قرار نهائي وأنا مشيته أزمة وخدته قرار أزمة وتحسن على البرونكو دايليتر وده وارد جدا ده سيناريو بيحصل العائلة يتحسن بس بتحسنش كامل الأيب بدأ يرجع لي تاني وفي الغالب ده هيرجع لي بمشاكل بدون قول تاني وده لازم أنتبع وفينه أحيانا وأنا فاكر في أحد المؤتمرات الناس كانت جميلة جدا من أحد الأقسام في مصر القارديسوراسي عرضوا حالة إزاي الحالة بقالها سنة وشوية بتتردد عليهم وأول أشعاعات في الستي مش أول أشعاع ربما التانية كان فيها فيها عدد مشكلة لكن في سرعة التشخيص يعني كان ناس أمينة قوي وجميلة قوي انهم بيقولوا في السرعة ماشوها حاجات تانية وقعدوا يعالجوها وبعدين اكتشفوا لما جت لهم متحولة تاني من أقسام الأطفال فبيبصوا لموا نفسهم ولما دخلوا لقوا الفورين بادي وده مش عيب إن احنا يبقى فيه خطأ ونتعلم منه فبالتالي الكيل لو فيه ميسج هقوله هنا إن الفورين بادي علاماته واضحة زي ما أنا قلتها لكن أبقى عيني على العيان ده لو أنا خاطط احتمال واحد في المية عيان فيه فورين بادي لازم أتابع ولازم أدي مساحة للأهل يوم ما يرجعوا لي ولازم أدي إنستراكشن للأهل يوم ما يرجعوا لي حتى لو لحد ما أنا بحلف بالله العظيم تلاتة إنه ما عندوش أي مشاكل خالص أو من الأرلي أبعثه لحد بتاع مناظير هو اللي ياخد فيه القرار ونفتاح عشان العايد ياخد الشانس بتاعه بالكامل تمامي دكتور تمامي الفورين بادي ده من الحاجات المهمة جدا طبعا وأنا لسه كان عندنا برضو طفل كده كان نجلكت الفورين بادي ومش نجلكت وما كانش فيه واضح زي محياتك بتقول وبرضو كان بتعالج إنه هو أزمة وهو برضو لازم لما طفلي جينا كده ما فيش ما عنديش الصورة مش واضحة إن هي أزمتك اعمل هتلاقي فيه فيه بصول جي طالع أشعات لدكتور طرق ورهالنا دلوقتي بإما فيه ممكن تلاقي فيه في مكان إحنا الطفل اللي جلنا ده جلنا ببرونكيكتس يعني كانت حاجة بلاستيكة كده يطلعت قريدي يعني طلعوها حاجة كده مزو مرة بلاستيكة تغيرها في الطفل وكان عام برونكيكتس فاللوب تشال يعني لما تبقى حاجة من البدري لو كانت تلاحق من البدري حدت عمل كان لقى فيه كل لابس قبل ما يوصل لبرونكيكتس كان يمكن يبقى الدنيا أفضل شوية فمهم جدا موضوع الفورن بادي ده يبقى في بالنا طبعا هي كده زي ما قلت في الأول دكتور طاري إن الدنيا الأزمة مش أزمة بس يعني مش كلما ما أسمع ويز أقول في العينين اللي هو بزي تقلم من خمس سنين إن هم فأنا عايزة من حدقة تقول لي إيه الكريتيريا أو إيه الحاجات اللي تقول لي إنها يعني support my diagnosis في أزمة والحاجات اللي تقول لي لا دي red flag دي باستحالة تكون أزمة دوري في other differential diagnosis حاضر يا دكتورة هالة خلونا الحاجات اللي أقول إنها أزمة لأ دي أزمة ويجروا عن ناحية الأزمة والطمانة إنه يبقى يبقى بالذات لو بيجيب أكتر من مرة في الشهر لو الطفل ده يعمل activity يلعب يجيله كاف أو هويز لو بيحصل dionic night بالذات لو ما فيش viral infection ما عنديش cold لازم أنتبه الطفل اللي بيقح حلي بالليل ده وهو نايم في بيته وما عندهش cold ده لازم أقف قدامه بيقح بالليل نكتورن القف ده رقم واحد الأزمة مع شوية differential diagnosis زي reflux وجاية شوية حاجات تانية طيب دايما الكحة اللي بتيجي بseason دي ممكن تبقى مع حاجة allergy بتاع لكن الكحة اللي ما بتحس أو الهويز اللي مالوش season ممكن يجيله في الشتاء ممكن يجيله في الصيف لأ ده ده بربابلتي عالية جدا لازم أنتبه ليه أو يبقى أزمة طيب الطفل اللي هو احنا دايما احنا نقول ايه أصل برده بينزل على صدره منسمع الكلمة دي كتير على طول يبدأ ببرد تلاقي امرأة نازل على الصدر ويقعد أكتر من عشر تيام عشان يتحسن ده دخل في الكاتيجوري اتنين أو تلاتة في الجرابلتي بتاعة الجينة فده الطفل لازم نحطه في اعتباري كويس أهم حاجة أدي برونكوديليتور ألا يتحسن الطفل ده لازم أقوى قدامه لازم أنتبه قلتش ست حاجات لازم أقوى قدامها سابع حاجة اللي هي الطفل دايما مرتبط بحاجة حواليه في الانفايرومنت عنده قطة عنده كلب فيه رسول بيشم ويتعب عندي حاجات في البيت مش نظيفة فالدستمائي تحتمال فيها فيه بولنز موسم بولنز وفيه حاجات زي كده سموكينج وحاجات اموشنال فاكتور تخليح بزاة التين اجرز وبزاة الجيرلز في الاموشنز الحاجات دي كلها لازم أفكر في الأزمة ففيه دي كلها لو لقيت الطفل اللي بيشتكيلي منهم عايدهم تاني لو عندي الكحة بالليل بيزود بطن فيرال انفكشن مالها السيزن البرد اللي بيجي وينزل على السدر مرة واحدة الطفل اللي عايش في جوه فيه أنيمالز وفيه حاجات بولنز وفيه سموكينج الحاجات دي كلها لازم أحطه في الاعتبار وعلى فكرة دول المجموعة الأخيرين دي ممكن تبقى يعني لو تشاب ممكن يتحسن ده احتمال يعني مفيش حاجة دايما قواعد نقول مية في المية بالذات لو الطفل ده بياخد برونكوتريتل ويتحسن فدول الاحتمالات اللي ممكن نقول ايه الطفل هيتحسن فيه لكن لو طفل جايل في أول شهر عيد تاني سؤالي اللي بقوله السمرار وبيعد أدحك وانا بقوله ايه الكراتير او أزمة في النيونيت ده مفيش كراتير يعني أول شهر ده سينس بيرس ده أو الشهرين ثلاثة نوانين دي مش أزمة لازم فكر في حاجة تانية طيب أول سيمتوم احنا قلنا فورين بودي خمسين في المية شوكين لو جايلي بشوكين ده لازم فكر فورين بودي ولازم ده لو جايلي بهستو في شوكين الأم بتقول لي شوكين أنا مش أكمل علاجها بعته لسوراسيك سيرجيون أو لحد من زمائلنا بتقول بعمال منالج اللي بيشتغلون منظير من فضلك يا دكتورة ماجي يا دكتورة إيمان يا دكتورة مونا يعملون لنا المنظار وهما اللي يشلوه لنا تشوكين جايلي بشوكين ده مش أزمة لما يقولوا لأ ما فيش فورين بودي خلاص نبدأ نعارج حاجة تانية لو طفل جايلي بومتين جرونيك ديرية مع لانج سيمتوم ده تفيتو أورجن طيب لو هو جايلي بلانج سيمتومز دي مع فلالتسرايف طيب جايلي مع لانج سيمتومز مع كاردياك سيمتومز جايلي فينجر كلابين ده ده حاجة كرونيك يا جماعة لازم تفكر في حاجات تانية عند كرونيك لانج ديزيز بتعملي الكلام ده عندي الحاجات اللي بين الشيست والجي آي بيعمل لي مشاكل كتيرة ما يكونش ده أزمة الفلالتسرايف ده ما فيش طفل الفلالتسرايف أزماتيك ده نورمال شايل ماهوش اللانج ساين دي أدور عليها دي مش أزمة أفكر في حاجة تانية لو لقيت وبدأ علاجه ما بتحسنش وبالذات لو ما ديت برونكو دا هليته ما بتحسنش ده ريت فلاجز وقدمها ولازم أحاول لو شاطر أكمل معاه يعني لو أنا شاطر وفاهم يعني هكامل معاه عارف يعني أسباب الفلالتسرايف وبعرف أعمل بروسيد في الألغوريزم اكمل معاه مش عارف وبعاته لحد فاهم في الموضوع دا فضالي دكتور كمان بكتور طارق يحنا يبقى وكمان مش شرط الأزمة على الفكرة مش لازم يبقى برضو معاه ويز عشان فيه أزمة ده بيبقى بس صحيح صحيح يبقى عنده وفقط وبيبقى غالبا نتيجة مع بتعرض وبيستجيبه ف خلي بلنا بالنقطة دي دكتور طارق بقى هل في بروتوكول بقى أو جايد لانز تقول عنه حضرتك كده نجمع بقى الوحيدة يا شباب بيبرسونلايز ما قدرش أقول هي كده يعني فكرة دايما نخليكو زي المحامي الشاطر دايما أنا أقول كده الدكتور الشاطر هو محامي الشاطر أنت النهاردة محامي البتاعي أنا وبكرة محامي الخصم البتاعي فدايما نسيب رجلي وراء عشان ما حدش يقول لك ليه غيرت رأيك ها لا هو رأي سابت بس يعني بهدوق لأن المريض بطبيعتك تتغير فبالتالي لازم أمنتبه ليا فبالتالي برسونلايز دي الكيس ده مهمة جدا لكن في قواعد عامة أبدأ بيها العلاج ودي اللي هنقولها يعني رقم واحد تحت الخمس سنين لدكتورة هالة مفيش طف يجي الطفل يجي يقول لك دكتورة هالة أنا بكح مش كده تالأم هي هي تقول لك أعراض تيجي تقول لها تب بيكح إزاي تب بتزيد أمتى مش هتقول له كح يبني مش هتقول له ليه ما بتكح تخد نفس معي لا هي هتقول لك مثلا لما بيعيط يكح زيادة لما بيعيط بسمع تزيد سيدره لما بيدحك بزرد حكيته تزيد تسمع الكلام ده فالكحة والهويز والديفكلت بريثين في الأطفال لتحت خمس سنين لهم باتر مختلف مع البيهيفير بالعين اللي تتناسب معاه اللي يجري يضحك يعيط تسمع الكلام ده كله يلعب فالاكتيفتيت بتاعته هي دي مرتبطة بالكلام ده والسيونس سيمسون بتلطي من الكلام ده بجانب انه لازم نحط في الاعتبار نفس القصة اللي بخدها في الفاميلي هستوري وفي انه انا اجرب علاج عشان اتأكد نوع بستجيب زي الأدلت بالضبط او زي الأطفال اللي فوق الخمس سنين فدي نقطة مهمة لازم انتابه لها في الأطفال لتحت خمس سنين لكن لو هناخدهم كالسيناريو ازاي نعالج ويبقى عندي بابدأ العلاج ازاي هي البروبابيلت لازم هنعيدها بتاعت الأزمة يعني فيرال اندوز دهويز الأزمة اللي هي بنسميها فيز وان أسميها فيز وان اللي أسميها المايلد فورم أو السيفير فورم اللي هي فيرال اندوز دهويز اللي أقل من عشر تيام اللي بتيجي بعد الكل اتنين تلاتة إبزود في السنة in between ما فيش أي حاجة فيهم دي كاتيجيه هيتعالج كاتيجيه التانية اللي هي أكتر من عشر تيام وثلاتة إبزود في السنة وسيفير إبزود وnight worsening ودول هيتقسموا اتنين كاتيجيه اللي هي المايلد أو السيفير اللي هي in between attack occasional cough of wheeze أو in between attack الكاتيجيه التانية اللي هي السيفير مور سيفير اللي هتبقى عبارة عن cough of wheeze frequent وعنده family history of atopy أو أزمة هي الطبق عليهم في المنطقة البساطة اللي لازم أعرف إن ده الطفل ده مش سابق كده أنا حبت لما أشوفه النهار ده كده لكن ممكن أغير رأيه بعد شهر بعد اتنين بعد ثلاثة فلو هو جايلي بالviral induced disease head bronchodilator وشهر ICS طب لو هو جايلي بin frequent in between attack لكن هو أكتر من اسبوعين أو أكتر من عشر تيام هستخدم low dose ICS طب لو هو جايلي بالأكتر من عشر تيام وin between في frequent cough of wheeze والطفل ده عندي مشكلة تانية نوع family history of atopy أو أزمة هبدأ عم أديله double low dose ICS طب ده ال preferred therapy طب ها في alternative therapy آه اللي هو valent induced wheeze ما عندش بديل هو ده كده وبس طب لو هو الكاتيجوري الأولانية في السفير فورم بتاعت اللي هي mild وال moderate أو mild والسفير المايلد هتديله low dose البديل بتاعي هتديله ليكوتراين موديفاير اللي هو اللي عندي عنده family history of asthma أو atopy هتديله double low dose أو low dose بدلها اللي هي alternative ديها مع الليكوتراين موديفاير ولازم أنتابه الجروب التانية اللي هي بيبقى عشرة أكثر من عشرة تيام وسيفير فورم وin between infrequent اتاك العيان ده في الغالب بتقسمه النوعين إما عيان consistent مع الأزمة يعني عندي زي ما هو جايلي بكلاسيك كده أو العيان التاني اللي هو أنا شاكك فيه ما هو consistent والأزمة يعني ال consistent والأزمة اللي بيجيلي أكتر من ثلاثة مرات في السنة ودايما الأزمة محتاجة ثلاث أتاك في السنة عشان أقول عليها لكن اللي هو مش جايلي consistent أو هو ثلاث مرات لكن أنا مش قادر أصد فيه ده فيه حاجة اسمها trial والtrial هي ثلاث شهور فبالتالي لازم العيان ده لازم أهتم به لو أنا شايفه الأول مرة وزي كان أحمد في أول حالة ومش قادر أحلف عليه لأ هبدأه في زي الحالة دي هتديله ثلاث شهور ولازم هتديله ICS لمدة ثلاث شهور تمام دكتور شكرا حاجة ما أعطنا لتجميع لقل من خمس سنين برضو ما ننساش تاني risk factors أو triggering factor للعيان يبعد عنها ولازم مما يجلنا العيان نشوف بياخد الانهاليشن تكنيك ازاي وماشي بياخدها ولا ما بياخدهاش قبل ما بنعمل step up للعيانين ونقول هو controlled أو not controlled دكتور طارق بقى عندي سؤال إحنا خلصنا المانجمنت أزمة كده أقل من خمس سنين هل ممكن الطفل الأقل من خمس سنين يجيلي إحنا قلنا معظم الحاجات بتيجي نتيجة upper spread tract infection وإحنا عارفين أقل من خمس سنين دول عطول في الحضانات وغالبا بيجي لهم upper spread tract infection كتير ممكن مرة كل شهر وده normal فهل ممكن طفل طبيعي بقى ما عندش history برضو في أزمة أو حاجة يجيلي one attack pass of whizy chest ولا ده عمره ما يبقى experienced whizy chest خالص يعني كتير جدا بنشوف حالات كده نعتبرها ازاي بقى هي برضو لها قاعدة شرعية قاعدة شرعية بمنطقة بساطة كل الأطفال اللي تحت خمس سنين هيجي لهم يوم أو آخر لنصهم على الأقل لو أنا أتكتب شخص ويز وده أبحاث كتيرة ماشي في هذا الاتجاه إن الأطفال تحت خمس سنين على الأقل بيجي له half of them يعني لو عندي في مصر دلوقتي أطفال تحت خمس سنين خمسة مليون اتنين مليون ونص منهم هيجي لهم في الفترة دي من من ساعة سنة لحت خمس سنين هيجي لهم وأنا أتكه في شستوويز وده نقطة مهمة جدا لازم متابعين لها إن شستوويز is a common تحت الخمس سنين وعشان كده لازم تفاهمين normal child ده بيجي له upper respiratory tract infection من أربعة لتمانية ده نورمال ورحضانا ندرب الرقم ده في اتنين على الأقل والviral upper respiratory tract associate with whiz كتير بالذات حاجة زي respiratory tract infection virus والرينوفيروس وبالتالي لازم متابعين إن ده ده بيجي لنا سيزون على مدار سنتين ال respiratory tract infection virus كان هارينة وقابلها كورونا يعني الviral upper respiratory tract ده ممكن يعمل لي شستوويز في normal child وهو normal ومش هيكمل بعد كده أزماتك لكن confusion بيبقى عندنا هل هو أزمة ولا لأ هل نكمل ولا لأ هي دي النقطة اللازم نحطها في اعتبارنا ونبقى حطين طفل اللي بيجي لنا بشستوويز مع upper respiratory تحت المنزار شوية بشوية بكتير من الاطمانان بشوية اهتمام عشان نديله الكير بتاعه ويبقى adult normal معندوش أي مشاكل خاص طبعا نفسي فكرة بقى العيان اللي جاله bronchitis اللي هو أقل من سنتين فالcommon bronchitis rispateros هل في لينك بقى بينهم يعني في research تقول بين البرونكولايتس and asthma اه طبعا وبالذات اللي حضرتك قلتها rispateros ده مهم جدا بترازم نحطها في اعتباري تفيه باسو فيسيولوجي كتير مش هندخل فيه دلوقتي يخلينا ليه rispateros ده 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 واحد من التريجر اللي خلي الطفل بأزماتك لفترات طويلة عن طريق تغييرات في الاميونالوج الرياكشن اللي بيحصل عنده في البروفايل بتاع الاميونالوج اللي عنده فده الواحد rispateros دي كاتيجر الواحدة لكن البرونكولايتس بصفة عامة البرونكولايتس بصفة عامة ده لازم تفهمين البرونكولايتس يعني ايه أنا عندي في البرونكولز موجود في عندي فيها termal و intrastation tissue فيها inflammatory reaction فبالتالي الاوبستراكشن عمل لي جيستويز والرياكشن ده عمل لي حاجة قريبة او هي زي فبالتالي بسمع كمان فبالتالي كون اسمع هويز وكريبتيشن في البرونكولايتس ده طبيعي جدا الباصفيسيولوجي بتاعي والباصولوجي بيقول كده لكن لو لقيت الطفل هو اساسا اكتر الهويز عنده احطه تحت علامة استفانه طيب لو جالي او من اللي برونكولايتس اللي بيسميها recurrent برونكولايتس لأ recurrent episode of ويز بقى يتحط في الديفنيشن بتاعت الازمة اللي هي بنسميها recurrent وreversible وrule out مش بيقول كده لازم الازمة كده recurrent attacks of cough and the ويز ودي وفي نفس الوقت exclude الاثر فالنذي الوقت لو بقت episodic وrecurrent لازم احطها فبالتالي اللي عنده برونكولايتس اشرح الاهل يعني ايه برونكولايتس يعني ايه بيقعد duration بتاعه بيقعد ايه لو قف طول اطمنهم لان اشرح لهم duration بتاع البرونكولايتس ازاي وما اهمش فيها لكن لو حصل recurrent لازم اقف قدامها شوية طب لو عندي family history of atopy او ازمة لا اقف كتير فبالتالي الطفل البرونكولايتس لو بقى recurrent وعنده family history في الغالب ده في الغالب مش هنقول لازم ان هو هيبقى كده وشكه النمبر افتتك مهم في الغالب ده هيبقى ازمتك ولازم انبه الناس ولازم هبدأ علاج الازمة فيه ولازم اخط في الاعتبار الكلام ده ولازم اقوله بهدوء مش هبقى اخط الناس هو دي تاني مرة لا 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 ده ازمتك خلاص لازم احطوا في البرابنت صحيح بالضبط بالضبط طيب انا كده دكتور طاري انا عايزة حط البريسكول ويزر ومش كلهم زي بعض زي ما قلنا من الاول خالص هم عبارة عن زي ديزيز كده مختلفة سواء البردسبوزينج فاكتور او تريجرينج فاكتور زي محدك بتقول معا اتوبك منفستيشن موش اتوبك منفستيشن فانا عندي زي الازمة حتى في الكبار هم بيقولوها كده زي امبريلا وتحتيها كذا ديزيز بكذا هل في طريقة ان احنا نعمل للازمة فينو طايبينج او للاطفال برضو اللي قال من خمس سنين اه طبعا ودي يعني مثلا اه ده في الستايت مثلا ودي دخل على اربعين سنة الترايل دي الترايلز دي والايفون دي في اليوكي الدراسات دي دكتورة هالة مزتها انها لونجتويدن استادي لونجتويدن استادي يعني ايه واخدين الاطفال من ساعة ما بتولدو لحد اللي بيتكملو ست سنين الاولنية بتاعت الستادي ماشي لحد النهار ده ناس عندها كاملة اربعين سنة فبالتالي هم بياخدوهم وخدوهم لحد ست سنين وطلعو لنا القرارات الاطفال اللي شفناهم دون الركروتمنت مثلا للألف ومتين ستة واربعين في الدراسة الامريكية دي لقوا الهويزر فيهم حوالي تسعة واربعين في الماء يعني نص تقريبا والنيفر هويز واحد وخمسين في الماء يعني نص الأطفال الكلمة اللي كنا قلناها يا دكتورة هالة في الأول خالص ان تحت الست سنين على الأقال بيجيروا وانا قتاك لأ هنا ممكن نقول الهويزر تحت الست سنين تحت الخامس سنين طول تقريبا نص الأطفال طيب هل هما يعني حاجة واحدة لا في حاجة اسمها Early وحاجة اسمها Late وال Early Transient أو Persistent يعني ايه Early Early يعني بدأ قبل ثلاث سنين طيب Transient يعني يجي عن ثلاث سنين ويبدأ يتحسن طيب Persistent لا يجي عن ثلاث سنين ويفضل هويزر برضو طيب Late لا هو ثلاث سنين الأولين كويسين وعن ثلاث سنين يبدأ الهويز يبدأ يحصل بين ثلاث ست سنين يبدأ يحصل له الهويز فبالتالي أنا عندي ناس مش هيبقى هويزر خالص وناس Early وليت هويزر وليت هويزر إيرلي تحت ثلاث سنين الليت هويزر فوق ثلاث سنين يبدأ شست هويز وال Early Transient وعشان كده اللي يبدأ إيرلي ده ممكن جزء منه كويس قوي بيوصل لعشرين في المية Transient يعني عن ثلاث سنين هيتحسن وعشان كده أحيانا بنشوف الحكاية دي حقيقة طفل جاي في سنتين الأولانيين تعبنا جدا قاعد يجي له دول ده برونكوليت سبعين بعد شوية لأ تبقى هويزر لأ 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 هو بقى أزمة كده ويبقى تعبنا جدا نيجي بعد ثلاث سنين بقى بدأ يه شوية بشوية بدأ يتحسن ال Persistent لا يقعد لحد السنين معنا نفس ال Classification مش فرق كتير وعشكها سموها Time Trend Best Phenotype يعني إيه Time يعني Early or Late وترانزين ولا Persistent لما جمي أسموها تاني في دراسة تانية قالوا حاجة ممكن تبقى Mild Episodic Viral وده بتمثل نسبة عالية جدا 64% أو Non-Atopic هويز أو Atopic Multiple Trigger هويز في جمعية مشهورة أود ARS ريالي ربيان رسبيراتري جمعت المايل Episodic وNon-Atopic اللي هي Episodic Viral وده اللي منهم من مجموعة Transient وفي أسمو أي حاجة بتبقى Multi Trigger أو Multi Trigger ده بمعنى تاني وده قالوا Symptom Based Phenotype Symptom Based يعني إيه مرتبطة بال VIRAL أو لا هل هي Atopic أو لا هل هي Multi Trigger أو لا فأصبح عندي Different Phenotype أنا في رأي اللي نحط فيها تبارنا أن في عندي حاجة مهمة جدا ممكن نجمعها أن فيها حاجة اسمها Transient Weiser يعني في أطفال هيبقوا Transient Weiser وده بالذات في VIRAL Induced Weiser في Transient Weiser لكن ممكن يبقوا Potentially ما هو ماش أزمات Potentially أزماتك اللي هم الحاجات بتاعة Non Atopic Weiser وفي أطفال هم أزماتك تقريبا أزماتك اللي احنا كنا بيقول في الوروبيلت بتاعة الجينة Most of them اللي عندهم زي اللي عندهم Family History اللي عندهم Family History وفي أزمة والأتوبي وعشان كده ده Symptom Based Phenotype مهمة جدا مع Time Based Phenotype فبالتالي لازم أحطها في اعتباري وده الرسالة اللي أقولها نترجمها في عائلتنا إزاي لما يجي للطفل تحت خمس سنين مواش فاهم الهيستر وفي أزمة ولا هو أتوبي لازم أخذه بالراحة لازم أطمي الناس يا جماعة من فضلكم لازم ندي علاجات لأن ده بتحسن فبالتالي بنخلي العائل ده حتى لو عنده واحد في المية يبقى أزمة مش هيبقى كويس لو عنده عشر في المية يبقى أزمة هيبقى كويس مش هيبقى عنده حاجة لكن الطفل اللي هو أتوبي أو عنده Family History هديه اهتمام أكتر ولازم أنصح الناس إن هم يبقوا ماشيين على العلاج بطريقة صح وما يقفوش فيه لأن الحتة دي إحنا ما احناش عارفين ده هيكمل إزاي لكن في كل المواضيع دي دايماً نتكلم على Probability أتمنى لأ نرجع على سلايد دي دي دكتور طارق اللي فاتت السلايد اللي فاتت أيوة السلايد دي خلوة جداً عشان بس الفينو تايبس اللي حقيقة قلت إن هي بتقسم Time Based و Symptom Based فعشان الدنيا ما اطلخبطش الدكتور طارق مجمع السلايد دي حلوة جداً جداً دكتور طارق اللي دي ماشية مع Probability يعني لو كل واحدة منهم حضرتك بجمعها Episodic و Viral وترانزين دي جروب واحد اللي هو الجروب واحد في البربability تاني واحدة نال أطوبك وترانزين وبوتينشي لأزمتك ده جروب تو الآخر واحدة الأزمتك أطوبك وإنديوز ده كله النفس ماشي مع التاني عشان ما نلخبطش نفسنا أو نكون توهنا وإحنا بنتكلم على الفينو تايبس كتيرة والتأسيمات بتاعتها الفينو تايبس قال لهم كلها clinical based يعني symptom based ده من دكتور طارق قال أو time based غير كبار الكبار عندنا بقى فيه بقى فيه نو تايب وبنعمل endo typing يعني غير ده مختلف تماما عندي اشوف interleukins اشوف markers في الصغيرين لأ كله clinical زي ما انتم شايفين فمهم جدا السلاد دي مهمة جدا جدا دكتور طارق سواء في المانجمنت في الدياجنوزيس وفي في اللي هياخد control ولا لا آآ انت سألتيني كتير يا دكتور هل ممكن اسألك لا تفضل دكتور طارق الآزمة تحت خمس سنين رأيك انها curable ولا treatable يعني هي لما نعالجي العيان خلاص اتحسن ولا هي treatable disease آآ بالنسبة لي هي controlable disease لانه هو يبقى controlled curable هيخلي العيان او الاهل يعني خلاص العيان هيبقون يعني يعني لو قدناه هو curable يبقى انا خلاص خادر ممكن ما ياخدش controller treatment وحتى لو في بعض الاطفال اللي هما ما بيكملوش يعني اللي هما transient weasers زيما الدكتور طارق كان بيقول من شوية دول لازم بنعمل لهم فولو up بعد كده يعني ما يسبش الدنيا في اطفال كتيرة بيعودوا بالسنين وده اكيد انتم بتشوفوهم شفناه في قل من خمس سنين بيجينا كذا مرة وبعدين يختفي يجينا عند عشر سنين بattack of weas دي دكتورة بقوله فترة ما تعبش ماشي ما هو تعرض لtriggering factor هي اللي خليته تجيله attack دلوقت يبقى هو مخفش بيعطيز هو يستخدم علشان نشرح شوية حاجات بسيطة للناس يعني نقول لهم بإذن الله لما ناخد العلاج هيتحسن ويبقى كويس جدا بإذن الله ونستبشر بالخير دايما الناس عندنا في مصر بيحبوا ناس متدينة وعندهم امل في ربنا فاحنا نزود الامل ده عندهم ان عندنا نسبة كبيرة بتحسنهم زي والكلام ده هيتحسن ان شاء الله وده الترم يا دكتور هانا اللي بدأوا يتكلموا عنه دلوقتي بقى لهم فترة صغيرة عن الأزمة ريميشن يعني لماذا علاج للأزمة هتتحسن هي الأزمة ريميشن دي كلمة حقيقية في بعض الكاتيجوري زي الأطفال الصغيرين اللي هم الاطفال اللي هم ماشيين خلوا بالكم شوف من الشروط بتاعتها ريميشن ماشيين على كنترول ثرابي ومنتظمين يعني لكن باستمرار مش هقول للأهل وهو الطفل عنده خمس سنين وقال لي من خمس سنين بس خلي بالك بات ابنك كده هيجيله عند عشر سنين أو اتناشر سنين هيجيله بقتك كده وما تقول لي الساعتها انت قلتلي كان هيتحسن لأ لما يبقى يجي لك يا أخي يبقى يجي لك لأن احنا قلنا نصهم هيتحسن في نص هيتحسن عند سنين في نص لما يجي واحد منهم هيجيله عند عشر سنين بقى نتكلم عنه لكن ما تخليهاش قعدة يبقى أنا بقول على اساس قدي للناس ان في رمشن عشان قدي للناس لازم أنا كدكتور أبقى فاهم ان في جزء كبير مش كبير يعني هنقول المجورتي لا زي ما كنا بطريقة لغة البروبيلتي بتاعة الجينة ممكن يقولي بعد كذا زي ما هالدكتور هالأدت المسأل عند عشر سنين اتناشر سنة اللي هتبقى قاله ست سنين ثمان سنين ما جالوش حاجة مش مقالة دلوقتي لازم الأزمة في الباص فيسيولوجي بتاعها ما لهاش تراك واحد نشتغل فيه فبالتالي الباص فيسيولوجي معقد جدا في الأزمة حتى اللي هياخده بيولوجي اللي هياخده بيولوجي أنا مش متوقع ان هو بقى كيوربو مش هيبقى كيورد لأن لو كيورد وأنا شفت حالات زي كده يعني أنا عندي قصص لأن الزولير أنا استخدمته يعني الزولير استخدمته في أطفال كانوا الـ الـ عالي وكل الكريتيريا بتاعت الزولير تستخدم فيه بس إذا أطفال كانوا بيجي بريقوان تأتيك إزاي طه الشهر ممكن يحصل لهم أدمشن مرتين ربما أن هما ماشيين على ده في الزمن من فترة طويلة ما كانش الأيام دي فبالتالي يعني إحنا بنقفل باسواي لكن في عندي باسواي تانية أنا الأزمة ما هيش سيمبل باسوا في السوامش لازم تفاهمين الحتة دي ولازم نهتم بيها عشان لما نقول كيورابل عشان ندي موتيفز للناس في تحت خمس سنين لكن ما نفتحش سكة آه يعني أصلا أنا بصلم الناس كلها لما أقولك بس احتمال إيجي لأ خديك مبشر بالخير وإن شاء الله دكتور طارق كده احنا مش هنقولهم كده أكيد طعب زي بحدك بتقول لا أنا بنبع الناس عشان ما يبقىش الكلام اللي احنا بنقوله ده ممكن يحصل ان نقوله خلي بالك ممكن تجي لي هو عارف شو عشر سنين لا قوله إن شاء الله هيتحسن لا تقولوش لا طعب دكتور طارق احنا تقريبا خلصنا بس قبل ما نعمل عايزين بس نراجع مع الزميلنا بتاعت لأن زي بحدك قلت بس في قليل من خمس سنين الدوزز مهمة جدا 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 لأن احنا ساعات بنشوف دوزز مكتوبة هاي دوزز وحدك قلت ما فيش حاجة اسمها هاي دوز ولا حتى ميد اللي هي ميدر دو وميدعم وهاي دوز ميدعم دوز اه ما فيش ميدعم دوز هي فقط تفضلي فندم زي ما الجدول في عندنا ديلي دوز او زي ما احنا عارفين احنا في بعد ست سنين بنتكلم على اللو دوز والميدعم دوز والهاي دوز احنا نتكلم على اللو ديلي دوز والضابل ديلي دوز دي اول حاجة لأما بستخدم اللو ديلي دوز او ضابل ديلي دوز اللو لمدة شهر في الفيرل انديوز واللو لمدة ثلاث شهور في الميلد فورم وضابل اللو في السيفير فورم لازم ابقى فاهم ان الجرعات بتاعتنا لها ريفرانس انا هعلق بالذات على الحاجة الكومن يعني هي على مستوى العالم يا جماعة الميتر دوز هي الاساس في علاج الازمة في مصر مش عشان الدكاترة عشان الاهالي مش مقتنعين وفي نفس الوقت طريقة استخدام الأدوية بقى صعبة ودايما يشتكوا العين ما بيستجيبش ومش عارف ايه فتقريبا النيبولايزر هي الاكتر حاجة شغالة فالبيدو سينايد بيستخدم كتير جدا هل تتخيلوا اللو دوز بيستخدم 500 يعني لو قلنا المنتج اللي موجود في السوق 0.25 الاثنين سنتي فيه 500 تخيلوا يعني ما ينفعش المنتج ده ادي العيان 0.25 وهم قيل له من فضلك استخدام نصف سنتي نصف سنتي ما فيه ما فيه مش جرع ده هو على بعض الاثنين ميلي دول هم الـ الـ 500 اللو دوز يعني لو الطفل ده زي الطفل اللي احنا قلناها تاني حالة هاني اللي محتاج داب اللو دوز محتاج ياخد ده مرتين في اليوم النبيولز دي ياخدها مرتين في اليوم فخلوا بالكم النقطة دي اللو دوز عندك 500 تحت الخمس سنين يعني ما هلاش حل ولازم تبقى فاهمين وانا بدي الـ الـ يعني لما يكون طفل زي كده انا محتاجة اديله داب اللو دوز تبا انا اديله وان نبيول من الـ في اليوم يبقى ديت له داب اللو دوز وخلصت لكن ما اديلهش لو هو محتاج اللو دوز ما اديش واحد سنتي من 0.5 لان النص سنتي ده السنتي السنتي التاني اللي هيتبقى هي 12 ساعة وهي تريمي لازم أبقى فاهم وانا بكتب الأدوية الدوز قد ايه وبستخدم الاجه ازاي عشان ما خليش العياني تكلف فلوس اكتر وعشان كده جزء من الحاجات اللي لازم ننتبه لها لما استخدم البيوت زنايد ان في حاجات لازم أعرفها ان لازم لما بفتح بتاع الأصدير باخد وحدة هو أول ما يشوفش الدوز فبالتالي انا باخد وحدة من جوه الأصدير وأصحابها الباقي بسيبه في الأصدير وعينه بعيدة عن الدوز دي أول حاجة واخدها قبل ما احطها في النيبليزر ارجعها مش كده وبس ان ممكن استخدمها مرة أو اتنين في اليوم مش بحتاج قد كل ست ساعات زي ما بلاقي يقولك نص صنطي كل ست ساعات مفيش حق هي مرة في اليوم كافية جدا لو لقيت دوز عالية ممكن استخدمها على مرتين ولو استخدمتها دوز عالية على مرة ولو مكتوبة ما عنديش مشكلة خالص فكرة ان يحصل لي والحاجات دي لازم انتبه لها لانها ممكن تحصل فعلا فمجرد شوية مية العيل يشربه بس ما يبلعش المية دي عشان ما يدخلش السترايد اللي دخل ده على الستامك الفيس بتاعه ازاي اغسله من افضل اديله ماوس بيس لو يعرف يتعامل مع ماوس بيس بدل فيس ماسك عشان يبقى ما تجيش على سكان بتاعه النقطة المهمة جدا الباك بتاعي بتاع المفروض حفظه بين 20 ل25 يعني لو في الصيف زي موجود دلوقتي لازم يتحط في تلاجة ماينفعش يتساب برا والطفل لو محتاج فعلا لكن ما جمدوش وفي نفس الوقت ما حطوش في التلاجة تبقى درجة حارتها اعلى من 20 ل25 يعني هي 20 ل25 درجة لو عندي حاجة اقدر احطها في لا ما تنفعش لازم احطه في جو تكيف اقصد مش دلاجة يعني جو مكيف عشان يبقى من 20 إلى 25 في الدرجة حارت 48 بتاعت النهار دي الحاجة دي هتبوز طيب لما افتحه هو اسبوعين من فتح وعشان كده مع الظروف الاتصادية انا شخصيا بقول للناس اشتروا واحدة اختر الفيز بتاعت الفلو بتاعتهم والاقناع بتاعتهم نكمل ولو في عندي امكانية ان انا اوفر لهم حاجة اوفرها لهم لكن فاهمين ان لو قاعد اسبوعين وهي مفتوحة في الباكت فيش واحدة تفتح واسيب الاربعة او ااخد اتنين او او تلاتة واسيب الاتنين وبعد شهر ارجع تاني ااخد الاتنين هي اسبوعين وهيترمو ودول بفلوس دلوقتي بقيت بقيمة فلوس بالنسبة للناس فلازم الملاحظات دي انتبه لها فضل شكرا 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 دكتور طارق جدا على المعلومات القيمة اللي استفدنا بها النهاردة كلنا مش عارفة هل فيه اي اسئلة او فيه وقت الاسئلة اه طبعا فيه وقت الاسئلة طبعا انا ممكن افتح العشان الناس لو عاوز الاسئلة مش فاهمانها ساز بسم الله الرحمن الرحيم سامحي دكتور ما هيجف انتبه اه اتفضل كده افتح لنا الميوت بقى عشان لو حد يبدأ وانا مش عارفة اجيب الاسئلة فين تمام يا فانتبه انا عملت كنترول اللي عاوز يفتح المايكة من حضراتكم يفتح ما بيش مش كده خالص اه انا بس مش عارفة اجيب الاسئلة بصراحة من الشات يا فانتبه ما نفتح الشات اهو الشات 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 what about using biological agent and immunotherapy and immunotherapy in severe asthma under 5 years ايه رأيك دكتور هالا انتي الكلام برضو فوق الست سنين او يعني انت عارفة انا قلت حضرت ترد ليه لان انا كنت انا عارفة انك بتحبي السفير ازمة عشان يفرقوا بين الـ difficult to treat وresistant اه بس مش اقل من خمس سنين فوق اه هي البيولوجي صح ما كانوا هنا خالص مش لأي حد الـ severe resistant بقى بشروطها يعني دي محاضرة تاني يعني يعني مفروض الازمة اه اتفضل مش اي ازمة من نوترز بون دي محاضرة الـ severe ازمة بتاعها يعني كنا عامل كل حاجة مسلح المصالح المصالح اللي عين بياخد المصالح مزبوط كل حاجة مزبوطة بعدين بنعمل بقى البيو ماركرز اللي كنا قلنا عليها لده قلنا طفله فوق الست سنين فيه ازينوفيليا برقم معين فيه لو بندي الـ IGE برضو الـ IGE بليفن معين زي ما دكتور طريقا بيقول من شوية فمش بيتاخد كده بسهولة هو مش مش زي الـ انهيل ديسترو هنكتبها ولا الـ انت اللي كوترايين زي هو الرسالة الرسالة المهمة يا شباب توصب ان السفير ازمة تحتاج عنوانين difficult to treat asthma والأزمة resistant to therapy difficult to treat أزمة دي اللي لازم انتو تعالجوها موضوع مش صعب يعني هكفي قوي تسأل الأم بتدي العلاج ده قد ايه هتقولك اسبوع وبخلص خلاص توقفت الكحة وقفت وهي ما بتاخدش حاجة فلو عملت control therapy صح هتحس في الشهر في الثلاث شهور بتستخدمي ما دي اللي فات تقول هتقولك هنستخدمتهم اسبوعين يبقى ما بتاخدش حاجة لأ تانى عنده قطة في البيت تانى عنده معرفش ايه في البيت طب بابا بيدخن دي كلها تريجر فاكتور هتخليه بقى تعبان طفل الابيز الابيز ده الابيز ده ده واحدة في نوطايب للأزمة الوحدها دي سهلة جدا لكن هو بياخد كل حاجة وما فيش عنده اي تريجر ولا عنده كومور بيديتي ولا عنده اي حاجة خالص ادخله يتقيم هل هياخد بايولوجي ولا ده الامينوثيرابي دي في الرأي فوق الخمس سنين ورأي بيتكلم من ثلاث سنين ممكن نعمل امينوثيرابي لبعض الحالات وده بتوع الامينوثيرابي هم اللي بيلعبوا فيها اكتر وانا في رأيي مش قبل خمس سنين هم بيقول عن ثلاث سنين ممكن نعمل الكلام اه اكزامبل اي سي اس بليز البيتزنايد ده حاجات كتيرة بقى يعني اهو ده عندكم الجدول كان مخطوط الجدول اه الجدول لا هرجعلك بالجدول يا دكتورة او يا دكتور اللي سائل اهو عندك حاجات دي كله هقول الاسماء العلمية عشان ما تخلش في الحاجات بتاعت السوق مش محاضرة سوق يعني البكلوميتازون البيتزنايد الفوليتيكازون حاجات كتيرة جدا هتلاقيها موجودة سهلة هقولها اللي في السوق البالميكووت والفليكسوتايد والحاجات دي كلها هم بس بفشل الفليكسوتايد دكتور طريق او الفلوتيكازون فقط في أقل من خمس سنين برضا شحنا نتكلم من ورده أقل من خمس سنين اه اه صحيح البيتزون اللي هو بكلوميتازون ده البيتزون ده اعتقم توفر في المستشفيات كلها والفليكسوتايد اللي هو الفلوتيكازون السيسل السيسلزوني ده مش موجود دلوقتي كان موجود زمان مش موجود دلوقتي صحيح فما عدناش المتفر غير لهو البيتزون اللي همين دون صحيح البيتزون اه او را الستيرويد is effective as inhaled استيرويد in AR according to some research do you advise in AR لأ دكتورة ايمان انت معاك المايكروفون اتكلمي عشان تفهميني السؤال انت عاوز تقولي ايه دكتورة ايمان حمدي السؤال ده بتقصودي ازاي عشان ما اجاوبش في اتجاه ويكون لان في في ال AR معناها emergency معناها دخلت في conservation معناها ان انا عندي ازمة flare دي حدودة تانية انت بتقصودي ايه بالسؤال انا مش يعني عشان ما اجاوبش حاجة في اتجاه تاني الفلور اللي كلا عاوز تشرحي لو مش موجودة خلاص مش هقدر اتكلم انا لان الكلام هيبقى فيه ممكن اقول حاجة غير المطلوب اه في عندي واحد تاني او واحدة اه خمسة يير old patient down syndrome والسفير ازمة difficult breathing cardiac anomalies can you use farcoline in nebulizer in acute attack yes لو انا عندي ازمة انا محتاج nebulizer cold cardiac anomaly ما تخافش منها انا دوز بتاعت السالبيتمول لنا دوز بتستخدمها وسهلة جدا ومش هيحصل اي مشاكل منها تب العكس كون عندي broncho construction في عندي hypoxemia ده هتسوي لحالته اكتر ماشي بطول ترى عايزة عاملكم عن حالة بتاعت ال down دي اللي معاكم جريد بس كنا بنقول not always are asthma قبل ما تقول انه عند down syndrome ده وعنده congelter هارت ازماتك هل ده لعنده heart failure الاول ولا لا صحيح صحيح يعني هم جدا وبيجي بيويز يعني heart failure في بلمونري دي ما هتسمع ويزع على ال chest وهتسمع وكله بس ممكن التلخبطك هيبقى وجاي برضو بويزع على ال chest فممكن يكون عنده heart failure خلي بالنا من النقطة دية يعني هل هو ازمة ولا بيجي له crisis اللي هي heart failure تسعة شهور all the recurrent episode of ways وقاف various he was improving on ICS سابع now he is resistant what's the next step تسعة شهور ما عليش تسعة شهور تسعة شهور recurrent episode of ways وقاف various he was improved on ICS وصابع now he is resistant تده واحد مكان دي انك تشوف لي ايه الاضر تسعة شهور يعني يعني هو البرونكولايتس احنا بنقول عليه variability في الresponse على البيتا 2 لكن ده اللي تقول لي recurrent طب recurrent كم مرة و recurrent ده زي ما قلناها كريتير اللي نقول عليها recurrent والكلام ده في family history ولا لا وتسعة شهور لا تحت السنة لو الازمة ماهيش بتحسن معاك ماهيش أزمة فكر في حاجة تانية بنت نوترس بوندج للبرونكو داليتور زي ما انتا بتقول نوترس بوندج نهيل دستروي تفكر في حاجة تانية اللي عنده عنده aspiration عنده heart anomaly راخر ممكن عنده على فكرة في حالات كتير جدا بيبقى عندهم minor cardiac anomaly وبيجوا repeated with chest وبتعالجوا انهم أزمتك آه لا وكمان يا دكتورة هلا يعني لازم يقوم minded الشيست ده جماعة عبارة عن آآ أربع component الشيست البلمانري الكاردياك الميدياستاينم الجي آي في أقل من سنة الطفل اللي بتحسنش معك كويس لازم الأربعة دول تبقى بتغطيهم شوف إيه المشاكل عندك البريم عشان ال GI ال CT angio عشان البدياستاينم heart examination كامل بحرد كارديولوجي كويس عشان ترول أي حاجة تكون عند الطفل ده وبعدين آخر حاجة هي بلمانري لازم تفكر بهذا السيست عشان تبقى انت ماشي مرتاح مع الطفل طيب متهقلي معاتش حاجة أنا بشكرك دكتور هالك جدا 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 بشكر حضرتك جدا دكتور طارق شكرا لحضرتك جدا وشكرا للحضور الموجود معنا النهاردة بجد استمتعت بالحضور مع حضرتك وبالمعلومات القيمة حضرتك قلتنا دكتور طارق النهاردة بالعكس أنا بستمتع دائما بأكون معاك في أي حاجة يا دكتور هالك شكرا جدا لك وشكرا لك يا شباب وأي استفسار إحنا معاكو برضو تحت أمركم وبتنشر المحاضرة وعلى الجروبز لو في حاجة تواصلوا إحنا هنرد عليكم بإذن الله شكرا لكم جدا جدا شكرا شكرا سلام عليكم سلام عليكم شكرا